إنما السزقات للفكراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغالمين وفي سبيل الله وبن السبيل فريضة من الله والله عليم الحكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحرفون بالله لكم يرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادل الله ورسوله فأن له لا وجهنم خاددا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن عفوا عن طالفة منكم نعذب طالفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم كوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخط كالذي خاضوا أولئك حبثت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم القاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثموهد وقوم إبراهيم وأصحاب مدينة والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعاد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبنس المصير يحذفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكون خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وبالهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عهد الله لئن آتانا من فضله لنصدفن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معذون فعقبهم نفاقا في قلوبهم إذا يوم يلقونه بما أخلقوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيور الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدم قوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر كل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يبقرون فليضحكوا قليلا وليبقوا كثيرا جزاء بما كانوا يكذبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فكلا تخرجوا معي أبدا فكلا تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاكعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تكم على قبر إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا منزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذن كبل الطول منهم وقالوا وقالوا ذرنانكم مع القائدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وتبعى على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المطلحون عد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز عظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الدعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفكون حرج إذا نسحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله أفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحمدهم قلت لا أجد ما أحمدكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع هزناً ألا يجدوا ما ينفكون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وتبع الله على قلوبهم فهم لا يفكمون اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر